مسلسل الحشاشين في أخطاء بالجملة وزي عادة كل سنة لازم الناس تنتقد الدراما الرمضانية وخاصة لو كان العمل تاريخي هتعمل تاريخي مش هتسلم بالانتقاد وده بالزبط زي اللي حصل في رمضان اللي فات مع مسلسل سره الباتع ومسلسل الإمام الشافعي والتنين كانوا أعمال تاريخية بس الناس فصصتهم وطلعت فيهم القطة الفتصانة نفس الكلام بيحصل في رمضان ده مع مسلسل الحشاشين الأسطورة الدرامية اللي بيرهن عليها مخرج العمل فيتر ميمي والشركة المتحدة الشركة المنتجة ببزخ واللي صرفين أموال طائلة لا حصرة لها عشان ينتجوا عمل تاريخي ضخم يكون منافس بعض الشيء اللي جيموا في سرونس مش زيه بالزبط بس بيحاولوا ولكن من أول ما تعرض المسلسل من أول مشهد والانتقادات بتجيله من الشمال ومن يمين ومن سايبينه وكان أول انتقاد على موضوع اللغة المستخدمة ليه عامية مصرية ليه مش عربية فصحة الممثلين مش حافظين الأبجادية رد عليها ولكن في الحتة دي صنع العمل برروا إن المسلسل موجه للشباب ولو كنا عملنا المسلسل باللغة العربية الفصحة ما كانش حد هشوفه وكان هيبقى زي المسلسلات التاريخية اللي بتتعمل وتتركن فالناس قالوا ماشي وعدوها مع إنهم في المسلسل بيقولوا بعد إذن الحب بعد إذن الحب تعال كده شوية ولكن الناس ما عددش المغالطات التاريخية زي مثلا في المسلسل بيذكروا مملكة فرنسا واللي عاصمتها باريس والكلام ده الناس بتشوفه في منتهى العبس ليه؟ لأن في القرن الحداشر اللي بتدور حواليه أحداث المسلسل ما كانش لسه في حاجة اسمها فرنسا ولكن الجزء ده كان تحت مسمى المملكة فرنكيا والراجل اللي ظهر في المسلسل كان بيتكلم فرنسي مع إن برضو اللغة الفرنسية ما كانوش لسه تكلموا بيها لأنها جات في القرن الرابع عشر يعني بعد الأحداث دي بتلت كورون وفيه برضو بعض الانتقادات لشخصية حسن الصباح لأن المخرج بيتر ميمي أصر يطلعوا في شخصية الدجال وإنه بيستخدم السحر لأغراضه الشخصية وأغراض الطائفة اللي بيقودها وكمان الناس علاقت على المباني المستخدمة لأنها شكلها بيوحي إنها مباني هندية مملكية ولا تمت لمباني أصفهان بأي صلة ولكن رغم كل الانتقادات دي إلا إنه كان فيه بصيص أمل من حيث فنيات تصوير وتحريك مجمع الكمبارس وأجواء الطبيعة والبحر والمراكب وهكذا 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 فأقول لنا أنت كنت من الناس اللي انتقدت المسلسل ولا من الناس اللي حابين المسلسل ولا لسه ما تفرجتش أصلا